الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين وزوجاته أمهات المؤمنين وخلفائه الراشدين وبقية العشرة المبشرين والسابقين الأولين وأهل بيعة الرضوان والبدريين والمهاجرين الصادقين والأنصار المفلحين وعموم الصحابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم أما بعد فيا إخوة الإسلام أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته عنوان هذا الدين الإيمان وأهم ما في الإيمان التوحيد وعنوان التوحيد كلمة التوحيد وكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله إنها كلمة وأي كلمة آهل لو فقهت هذه الأمة فضلا هذه الكلمة وعرفت معنى هذه الكلمة واجتمعت على هذه الكلمة فإن دواءنا وعلاجنا يكمن في توحيد الكلمة على كلمة التوحيد كلمة التوحيد أعظم شيء في الوجود كلمة التوحيد لا يعادلها شيء هذه الكلمة هذه الكلمة التي من أجلها خلقت الخليقة قال الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون من أجلها من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون من أجلها تنقسم الخليقة إلى مؤمنين وكفار وأبرار وفجار فريق في الجنة وفريق في النار والسر يكمن في كلمة التوحيد من نفيها في فهمها من عدم فهمها آهل لو عرفت الأمة فضل هذه الكلمة وعاشت في ظلالها وأدركت معناها واجتنبت نواقضها لا إله إلا الله يقول الله جل في علاه كما في الحديث القدسي قال موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك به وأدعوك به قال يا موسى قل لا إله إلا الله قال يا ربي كل عبادك يقولونها إنما أريد شيئا تخصني به قال يا موسى قل لا إله إلا الله يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لا رجحت بهن لا إله إلا الله إنها أعظم شيء وأثقل شيء لدرجة أنها أعظم من السماوات والأرض لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري أي من الملائكة وسائر المخلوقات والأراضين السبع وما فيها من المخلوقات لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله نعم إنها كلمة عظيمة متاقيلت بحقها فمن قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة لا إله إلا الله بها تدخل الإسلام فمن قال لا إله إلا الله فهو مسلم معصوم الدم والمال لا إله إلا الله بحقها تدخل بها الجنة من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة من قال لا إله إلا الله موقنا بها من قلبه دخل الجنة من قال لا إله إلا الله يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه دخل الجنة بلا إله إلا الله تنال الشفاعة بإذن الله قال أبو هريرة يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال يا أبا هريرة ما ظننت أن أحدا سيسألني عن هذا السؤال قبلك لما رأيت من حرصك على الحديث يا أبا هريرة أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه لا إله إلا الله إذا كانت خالصة من القلب فإنها تكون سببا في تكفير السيئات ورفعة الدرجات وحديث البطاقة حيث يؤتى برجل له تسعة وتسعون سجلا مد البصر من الذنوب والسيئات توضع في الميزان ويسأل العبد أتنكر من هذا شيئا يقول لا يا رب أظلمك كتبتي يقول لا يا رب فتوضع هذه السجلات لسيئاته فيقال له ألك عندنا شيء فيقول لا يا رب فيقول الله له لا بل لك عندنا حسنة لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم فتخرج له بطاقة كتب فيها كلمة التوحيد فيقول العبد يا ربي وما هذه البطاقة إلى تلك السجلات فيقول الله عز وجل لا ظلم اليوم فتوضع البطاقة في ميزان الحسنات فتثقل البطاقة وتطيش السيئات تطيش الصحف التي امتلئت بالسيئات وتثقل البطاقة فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء وهذا الحديث يذكر في فضل كلمة التوحيد على أن يفهم فهما صحيحا دقيقا متى قال العبد لا إله إلا الله موقنا من قلبه مخلصا ووصل إلى درجة إيمانية كحال صاحب البطاقة فإنه يرجى أن تغفر ذنوبه وتكفر سيئاته وهذا الحديث إن دل على شيء فإنما يدل على فضل كلمة التوحيد في أمر ما رده إلى علم الله عز وجل وحكمته كلمة التوحيد بها النجاة من الشرك وبها النجاة من النار قال عليه الصلاة والسلام ثنتان موجبتان من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار وقال عليه الصلاة والسلام مبينا فضل كلمة التوحيد أيضا فيما رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال عليه الصلاة والسلام فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وإن حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا قال معاذ قلت يا رسول الله أفلا أخبر الناس قال لا تخبرهم فيتكلوا فما أخبر به معاذ إلا عند موته تأثما أي خشية الإثم من كتمان العلم وهو مثلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي هريرة رضي الله عنه حين افتقد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج نفر من الصحابة يبحثون عنه فكان أسرعهم أبا هريرة رضي الله عنه فكان أسرعهم أبو هريرة رضي الله عنه حيث دخل الحائطة أو البستان على النبي صلى الله عليه وسلم سلم فوجده جالسا على حافة البئر ومعه أبو بكر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه وقد أخبر أبو هريرة النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم قد افتقدوه وأنهم خشوا عليه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا هريرة خذنا علي هاتين وأخبر كل من لقيت ممن يقول لا إله إلا الله بشره بالجنة بشر كل من لقيت ممن يقول لا إله إلا الله بالجنة فخرج أبو هريرة ومعه نعل النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه عمر إلى أين يا أبا هريرة فقال له أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن أبشر كل من لقيت ممن قال لا إله إلا الله بدخول الجنة فضربه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى خر أبو هريرة على لا إسته أي قعد على الأرض لما عند عمر من قوة معروفة ثم عاد أبو هريرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام شاكيا وباكيا يقول له يا رسول الله لقيت أول من لقيت عمر فأخبرته فضربني حتى سقطت على إسته على الأرض فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر ما الذي حملك على ما صنعت يا عمر قال يا رسول الله دعي الناس يعملون لا تخبرهم فيتكلوا خلهم يعملون فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما أدرك وجهة نظر عمر أنه ليس كل الناس يفهم القضية فهما كالذي ينبغي أن يكون فقال عليه الصلاة والسلام خلهم يعملون خلهم يعملون نعم فضل كلمة التوحيد عظيم لو لم يكن لها فضل سوى أن صاحبها لا يخلد في النار لكفى فقد يفعل المسلم أمورا من العظائم أو الكبائر أو الموبقات تستوجب دخوله النار فيدخل النار ويكون من عصات هذه الأمة ويكون في طبقة العصات التي أعلى دركات النار ثم يفتح الله عز وجل باب الشفاعة فبعد أن يشفع النبيون ويشفع الشهداء ويشفع المؤمنون يقول الله عز وجل لم تبق إلا شفاعة أرحم الراحمين ثم يقول الله عز وجل وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه يوما ما فاللهم ارزقنا إخلاص التوحيد وأحيينا على كلمة التوحيد وأمتنا على كلمة التوحيد وأدخلنا بها الجنة من غير سابقة عذاب أو مناقشة حساب وصل اللهم وسلم وبارك على النبي الأواب وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته